نيجي بقى لمعتز مطر امبارح طلعت اخبار كده مصدرها جابهة شباب الصحفية معتز كان نزل على صفحته اعتذار يعني اللي هو ايه نعتزر للسادة المشاهدين زي ما هتشوفوا حضراتكم على الشاشة نعتزر للسادة المشاهدين عن الزهور في حلقة اليوم وذلك لزروف خارجة عن ارادتنا ونلتقل بكم قريبا بإذن الله فالحقيقة جابت شباب الصحفين يعني اصدرت بيان وهي مجموعة من الشباب الصحفين يعني موجودين في الحياة السياسية المصرية بشكل كواس جدا قالوا ايه بقى قالوا انه الزروف الخارجة عن ارادة معتز مطر انه دخل مصحة نفسية في اسطنبول وكتبوا اسم المصحة النفسية وقالوا انه هو بيمر بظروف نفسية صعبة جدا ازمة نفسية صعبة جدا وخلاص المسألة كده ايه انه معتز دخل مصحة نفسية في بعض الناس بحسوا ودوروا وجابوا تليفون المصحة النفسية دي في تركيا وتواصلوا معاهم المعلومات اللي احنا عرفناها ايه انه معتز مطر دخل المصحة النفسية ممكن يكون كشفوا راجع تاني او يعني عملولوا اي حاجة ويطلع زي الارد النهاردة ولا بكرة فلاقوا انه هم قدام واحد يعاني من انهيار عصبي تقريبا وانه خلي بالكو ادمانه 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 ليه الهروين والكحليات والحشيش بشكل متواصل بيسبب له نوع من النوابات السرعية يعني نوابات السرعة انا اقول لحضراتكو على حاجة ده ممكن يحصل اه ممكن يحصل يعني اولا هنا اصدقاء مبارح بعد الخبر متنشر فعدد من اصدقاؤه القدامى فقالوا يا جماعة انتم مستغربين ليه معتز مطر لما كان هنا في مصر كان حشاش اراري يعني راجل لم يكن ينقطع عن تعاطي الحشيش مش جديدة يعني واحد اصدقاؤه يعني او الذي كان صديق الله وقال لي وهو لا يكف عن شرب الخمور لا يكف عن شرب الخمور ممكن يكون زاد فيه تعاطي الكحليات يشرب كحليات كتير والحشيش ولما راح ناكل فلوس كترت وبتاع بيقى تعاطيه رويه وده يمكن باين من اداءه العصبي التشنجي يعني هو طول وقت عصبي ومتشنج كده فاصيب بنوابات سرعة فبيعالك زي ما بقول لحضراتكم ممكن كون دخل المصحة اجرى كاشفة لو طالع زي الارد تاني بس انا هقول لكم بقى على حاجة لما اللي زي مطاز مطر ده يخلص الهوى يعني يخلص البرنامج بتاعه تعالوا كده نتخيل اي واحد فيهم يعني او خلينا في معتز تحديد هنا اي واحد اعلامي مصري يعني بعد ما بيخلص البرنامج بتاعه بيخلص الهوى يعني بينزل يروح يقعد مع اصحابه يقعد في كافية يقعد على الاهواء يرجع البيت يرجع جرنان يعني تكلم بشكل طبيعي قعد في بلده امن مستقر ما عندهوش مشكلة انما معتز لما بيخلص الهوى بيروح فيه بيتخيل ايه ايه الهواجس اللي ممكن تكون بتطرده ممكن يكون بيطرده هاجس انه طب انا دول ممكن يستغنوا عني في لحظة يعني الناس اللي انا شغال معاهم دول ممكن يجوا في لحظة يلاقوني خلاص معادش عندي حاجة فيقولولي شكرا طب انا لو غلطت غلطة مثلا كاعلامي هروح فين يعني لو فيه اعلامي في مصر غلطة كبيرة هيوقت في البيت بس بيتهم يعني بيتهم بتاعهم بين اهله وناسه وصحابه وجرانه انما هو لو غلط غلطة كبيرة مثلا هيوقت فين هيرموه فين فكرة الخوف من المصير المجهول لان انت طول ما انت واخد هذا الخط ما البلد دي لها تقولك اهلا ولا سهل خالص ولو اقتبت وانبت واعلنت اعتذارك فيجي تتحاكم على الجرامي اللي انت عملتها التحريد الدائم ده الحقيقة يعني فانا في لحظة معانا ممكن تتعاطف مع هذا النموذج الانساني الدرامي اللي هو مسكين يعني ناس مسكينة تخيل انت بس تخيل فكر كده هو بعد عندما يعني ينفرد بنفسه كده قبل ما ينام بيفكر في ايه ايه الخوف اللي ممكن يبقى مسيطر عليه هذا الخوف من المجهول طبيعي انه يدفعه الى انه يد من الكحليات يشرب الحشيش اللي كان بيشربه هنا يعني تعاطه روين فيتحول الى حطام انسان مش قادر اقول يعني انه ربنا يشفي يعني لانه انت كنت سبب في ناس كتير تموت بتحريدك عليهم وتحريد الارهابين عليهم حقيقة يعني لم تترك لم تترك مساحة للتعاطف معك فالخبر اذا كان صحيحا يعني انا بقول لحضراتكم هذه المعلومات المتوفرة يعني هو مش جراله حد سيعني هيطلع تاني ويقرفنا بسحنته لكن دي المعلومات المتوفرة عنه ترجمة نانسي قنقر